المونديال التي نستهلها من موقع الجزيرة الذي عنونا ميسي يرفع كأس العالم بالبشت القطري حيث تصدر نجم الأرجنتيني ليوني الميسي المشهد خلال مراسم توزيع الجوائز وتسليم كأس بطولة مونديال قطر 2022 أمس الأحد في ملعب لوسيل وتسلم ميسي كأس البطولة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وتوشح ميسي بالبشت في أثناء وقوفه على منصة التتويج ورفع الكأس رفقة زملائه من منتخب الأرجنتين وكان الحارس الأرجنتيني إيمانوالو مارتيناز هو أول من يسعد لمنصة التتويج لتسلم الميداليات الذهبية بينما كان ميسي هو آخر الصعيدين للحصول على ميداليته واستلام الكأس التي انتظرها طويلا وتسلم لعبه الأرجنتين الميداليات الذهبية وكأس البطولة من أمير الأمير تميم بن حمد الثاني والرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انفينتينو موقع البينتس سبورتس عنونا مسيرة احتفالية مميزة للمنتخب الأرجنتيني عقب التتويج التاريخي وفي احتفال رائع ومميز يقول هذا المقال وغير مسبوق بالتتويج التاريخي للمنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم قطر 2022 شهد سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استقل لعبه الأرجنتين حافلة مكشوفة صارت في منطقة دربي لوسيل وهم يحملون كأس العالم وتقدمت الحافلة الأرجنتينية في دربي لوسيل وسط تشجيع جنوني من كل الجماهير التي التفتت حول اللاعبين احتفالا بالإنجاز التاريخي لراقسي التانغو وشاهدة المسيرة أيضا مشاركة جميع المتطوعين المشاركين في تنظيم كأس العالم قطر 2022 وسط أجواء مبهجة احتفالا بختام رائع لكأس عالم تاريخية وغير مسبوقة والذي تزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني لدولة قطر موقع العربي الجديد عنونا أمير قطر أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلد العرب حيث أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في ختام كأس العالم 2022 مساء الأحد أن بلاده أوفت بوعودها بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب مهنئا منتخب الأرجنتين بفوسه بلقب كأس العالم 2022 ففي تغريدة عبر التويتر مباشرة بعد اختتام المونديال قال أمير قطر مع الختام نكون وفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب أتحت الفرصة لشعوب العالم للتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيامنا وأضاف أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022 إلى موقع القدس العربي الذي عنونا قطر تستقبل أكثر من مليون واربعمائة ألف زائر خلال كأس العالم حيث استقبلت قطر أكثر من مليون واربعمائة ألف زائر من أنحاء العالم خلال بطولة كأس العالم التي انطلقت منافستها يوم العشرين نوفمبر الماضي وتختتم مساء اليوم المباراة النهائية على أرضية استودلوسيل وبلغ إجمالي عدد الحضور الجماهيري لمباريات البطولة قرابة 3.4 مليون مشجع ما يعني أن متوسط حضور المباراة الواحدة تجاوز 53 ألف مشجع بطاقة استعابية إجمالية تجاوزت 96% إلى الفاصل